موسيقى من الميادين هنا ميدان الرياضة لم ينفع هلام الأحصين مع ديجو كوستا فعاد خائبا من علاج صربي لدى طبيبة وصفت بالمشعوزة فتخلى مبكرا عن تليتيكو مدريد في ليلة إسبانية خالصة في نهاي دور أبطال أوروبا لكرة القدم حسمها ملكي وريال مدريد على حساب الفقارة ورحب في بداية الحلقة بزميلة أماني مهنة مرحبا أماني مساء الخير جزاف لك ولجميع مشاهدي ميدان الرياضة على كل حال بهلام أحصنة أو بعدمه كان سيفوز ريال مدريد وهذا الذي حصل شكرا جزاف ومبروك لك ولكل عشاق ريال مدريد وهذا على كل حال موضوع حلقتنا لليوم وفي الحلقة حلم لدى السما يتحول إلى واقع ما هي التشكيلة المثالية لدور أبطال أوروبا 2014 وفي الحلقة أيضا علاج هلمي من الأحصنة وطبيبة صربية غامضة تعود إلى واجهة الكرة العالمية قبل العودة إلى جزاف أذكركم مشاهدينا بإمكانية التواصل معنا من خلال صفحة البرنامج فيسبوك ميدان الرياضة باللغة العربية وننتظر مقترحاتكم عبر البريد الإلكتروني للقسم الرياضي ولمزيد من أخبار الرياضة يمكنكم زيارة موقع الميادين عبر الإنترنت الميادين دونتنات وظهرة العنوين في الأسفل أرحب بضيفنا من العاصمة الإسبانية مدريد أخوان إيجناسيو أوتشوة صحفي في جريدة ماركا الإسبانية مرحبا بك سيد أخوان شكرا على استيدافة تي ومعنا أيضا في الستوديو الزميل الرسام الكاريكاتوري عبد الحليم حمود مرحبا عبد الحليم تحياتي لك جزاف لأماني للضيف الكريم وأيضا للمشاهدين الكرام شكرا لو أردنا اختصار هذا الموسم من دور أبطال أوروبا لكرة القدم بكلمة واحدة يمكن اختيار لا ديسيما كتب ريال مدريد الإسباني صفحة مجيدة في تاريخ دور أبطال أوروبا بات لديه في خزائنه عشر كؤوس من صاحبة الأذنين الطويلتين من أصل 59 نسخة لأول مرة في تاريخ المسابقة التقى فريقان من مدينة واحدة في النهائي فابتسم اللقب للملكي من رونالدو سيميوني أنشلوتي كاسياس وصولا إلى بيل حقائق وأرقام من النهائي احتاج أفضل لاعب في العالم إلى الرمق الأخير من الوقت الإضافي ليذكر الجماهير قائلا أنا هنا بفضل ركلة جزاء كريمة من الحكم الهولندي صاروخ مديرا المتحامل على إصابته كان مستواه مخيبا مرة جديدة في مباراة كبيرة وحاسمة لكن أهدافه السبعة عشر القياسية كانت أساسية في اللقب العاشر لريال فأنها موسمه مع خمسة وخمسين هدفا في خمس واربعين مباراة هناك خط رفيع بين الهوس والأحلام هكذا علق أنشلوتي بعد نيله خامس لقب في المسابقة بعد ثنائيته كلاعب وكمدرب مع ميلان عاد لرقم بوب بيسلي مدرب ليفربول السابق مشهده وهو يحتفل مع لعبيه في خرفة المؤتمرات الصحفية ساد مطويل أصبح جاريث بيل من البريطانيين القليلين المتواجين باللقب القري مع فرق أجنبية على غرار بول لامبرد مع بروشيا دورتموند ستيف ماكمانمن مع ريال مدريد وأوان هارغريفز مع باير ميونيخ أغلى لاعب في العالم برر ثمنه الخارق برأسية بالغة الدقة منحت ريال التقدم في الوقت الإضافي ومع أنه افتقد الدقة لهز الشباك في الوقت الأصلي إلا أن معظم الفرص صنعها بنفسه لنفسه بعدما زرع راموس رأسيته في زاوية كورتواء خانقا احتفالات أتلاتيكو سارع كاسياس إلى تقبيله لأنه أنقضه من هفوة الهدف الأول برأسية دياغو جودين ماهد راموس له الطريقة نحو إنجاز نوعي بتتويج جديد للقديس يبتعد 14 سنة عن لقبه الأول عام 2000 رفع الريال رصيده إلى 41 هدفا في 13 مباراة فأصبح أول فريق يبلغ معدله ثلاثة أهداف في المباراة الوحي في بداية الموسم كانت مكاتب المراهنات ترجح تتويج أتلاتيكو بالليغة وبدور الأبطال بنسبة واحد على ستة ألاف لكن المدرب دياغو سيميوني كان المايسترو ونجح من خارج المستطيل بما لم ينجزه أثناء قيادته خط وسط كولتشينيروس لكن رهانه مجددا على دياغو كوستا المصاب أثار تساؤلات عن صوابية قراره استنفذ تبديلا مبكرا كان سيساعده كثيرا عندما تساقط لاعبه في الوقت الإضافي بسبب الإرهاق مشهد تاريخي تكرر بسيقة مختلفة مع الأتلاتيكو منذ 40 سنة سجل جفارزنبك هدفا قاتلا قبل دقيقة واحدة على انتهاء الشوط الإضافي الثاني به فرض مباراة معادة بعد يومين وفيها صحق باير ميونيخ منافسه أتلاتيكو المرهق برباعية هذه المرة انهار كوكي ورفاقه بعد هدف سيرخي راموس واهتزت شباك الدفاع الصلب أربع مرات في دقائق قليلة سيد إخوان هل يمكن الاعتبار أن نهائي ريال مدريد أتلاتيكو مدريد كان الأكثر متابعة في العاصمة مدريد في تاريخ مباريات نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؟ نعم بالطبع بالنسبة لمدينة مدريد كانت هذه المباراة هي المباراة الحلم في تاريخ الدوري الأوروبي وفوز ريال مدريد للمرة العاشرة هو أمر رائع إذن كانت هذه النهائيات هي النهائيات الأفضل والأعظم في نهائي دوري أبطال أوروبا وفي الدقائق الأخيرة رأينا راموس يسجلوه هدفا وهذا رائع بالنسبة لريال مدريد وحاليا الجميع يعتقد أن الهدف الذي سجل هو الهدف الأبرز لريال مدريد منذ بداية تاريخه وخاصة مع الفوز العاشر نعم أستاذ أخوان بما أنك ذكرت لديسما لماذا هذا التركيز على كلمة لديسما يعني ريال مدريد لديه تسع ألقاب تاريخية في السابق ورقم قياسي لماذا هذا التركيز على لديسما بالتحديد يعني ما الفرق بين اللقب العاشر والكأس العاشرة والكؤوس التسعة السابقة التركيز يعود لفترة الانتظار لتحقيق ذلك بداية كان هناك فريق رائع من دمو كاكاو وكريستانو ريونالدو وغيرها من اللاعبين الأقوية وهناك مجموعة كبيرة من اللاعبين وحتى بالنسبة للمدربين كانوا رائعين أيضا ولكن يمكننا أن ننسى الضغط الذي يشعر به اللاعبون ولذلك يمكن اعتبار أن الفوز للمرة العاشرة هو أمر رائع ولأن وقتا طويلا مر قبل أن يفوز ريال مدريد بأي ألقاب في أوروبا وهذا هو السبب وراء هذا الهوس باللاديسما والفوز أربعة لقاء واحد بالنسبة لريال مدريد في مدينة مدريد نفسها هو أمر رائع وهذه هي من اللحظات الأبرز بالنسبة للعديد من اللاعبين في ريال مدريد ويصعب تفسير فعلا الفرحة الزائدة وراء اللاديسما هل يمكن القول أن أتلاتيكو مدريد خلق حالة جديدة ستسعده من الناحية الجماهيرية والتجارية لمنافسة ريال مدريد وبرشلونة في المستقبل أم أن نجاحه هذا الموسم كان مجرد صدفة برأيك إن فريق أتلاتيكو يشعر بحزم كبير لهذه الخسارة ولطالما كانت معاناتهم كبيرة إذا التنافس مع فرق ضخمة مثل ريال مدريد وهذا أمر تاريخي شعر به ولم يكن أحد يتوقع أنهم سوف يكونون في النهائيات ولكنهم وصلوا إلى هذه النهائيات ولم يفوزوا بها وهذا يصعب عليهم الأمر وبالنسبة إليهم كان من الحلم أن يصلوا إلى النهائيات ولكن فازت ريال بهذه الكأس ويمكن اعتبارهم أنهم أبطال وسيرتيو راموس غير مجرى التاريخ تاريخ أكرة القدم وأن نرى أوجه دفاع في فريق أتلاتيكو فيمكن أن نتخيل الخيبة التي يشعرون بها ولكن ينبغي أن ولكن فوز أيضا بالنسبة إليهم إذ وصلوا إلى هذه المرحلة نعم نعم أستاذ إخوان اليوم الجيل الجديد أصبح يعرف أتلاتيكو مدريد أكثر من ذي قبل هل ما زلنا نقول أن ريال مدريد هو الفريق الملكي وفريق الطبقة الغنية وأتلاتيكو مدريد فريق الطبقة الفقيرة أم أنه اليوم النظرية هذه تغيرت بسبب تغير الطبقات ربما في إسبانيا ومدريد لقد بدأت مع أتلاتيكو حقبة جديدة في كرة القدم لا يمكن فعلا أن أتلاتيكو هو فريق الفقراء فمدريد تنقسم بين هذين الفريقين مع العلم أن ريال مدريد هو الفريق الأقوى طبعا وهناك فريق فني داعم ضخم وراءهم لا يمكن فعلا أن أقول أنه فريق الفقراء لا لأن فريق ريال مدريد هو الفريق الثالث الأقوى في إسبانيا كلها وبالتالي لا يمكننا أن نعتبرهم وكأنهم فقط يخصون الأغنياء فقط بالتالي الفريقين رائعين نعم أستاذ إخوان هايمن فريقا مدريد على نهاية لشبونا لكن موسم دوريا الأبطال انطلق منذ الخريف الماضي وشهد بروز عدة نجوم موقع جولد دوت كوم أعلن تشكيلته المثالية المؤلفة من 11 لعبا ابقى معنا وسنشاهد التقرير التالي أفضل حارس في البطولة معار تيبو كورتوى هو الحارس الذي يجب أن تحفظ اسمه جيدا عملاق جديد بين الخشبات نجح بمعارك كثيرة هذه السنة ويبقى له معرفة مصيره مع فريقه الأصلي تشيلسي بعدما ساهم بإخراجه من نصف نهائي ويتبقى له مشوار حافل في المونديال مع منتخب بلاده بلجيكا في قط الدفاع كان الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش ظاهرة تشيلسي متماسكا طوال الموسم وفاعلا هجوميا أما إلى اليسار فبرز فليب بيلويس صاحب حضور قوي لم يشفع له باختراق تشكيلة سكولاري إلى المونديال في قلب الدفاع ترك سيرخي راموس عدة بصمات هذا الموسم ولسيما أمام باير ميونيخ في نصف النهائي وما رأسيته التي قتل بها الطموح أتليتيكو إلا دليلا على موسمه الراءة يستحق البرازيلي ميراندا الدخول في التشكيلة صخرة دفاع سيميوني حطم هجمات برشلونة وتشيلسي قبل السقوط في الوقت الحرج أمام ريال في خط الوسط عاش لوكا مودريتش سنته الأجمل فرض الكرواتي نفسه أساسيا على تشكيلة أنشيلوتي وأنسى جماهيره الألماني أوزيل فخلق عشرات الفرص لزملائه برغم تغيير مركزه من ظهير أيسر إلى لاعب وسط نجح الألماني فليب لام في مهمته الجديدة مع باير ميونيخ لكن علامة الموسم الفارقة كان أنخل دي ماريا صاحب الانطلاقات المتفجرة مع ريال الأرجنتيني لعب دور البديل الخارق لرونالدو وبيل قبل أن يصبح أساسيا عن جدار في الهجوم ترك الألماني ماركو رويس بصامة رائعة مع بروشيا دورتموند مسجلا خمسة أهداف وثلاثة مريرات حاسمة لكن الفريق الأصفر قد يفتقده قريبا نظرا لتهافت الأندية على ضمه أصبح سلتان إبراهيموفيتش أسطورة في العاصمة الفرنسية برغم إصاباته كان الهداف والممرر الأول مع باريسان جرما ولولا غيابه لاختلف حديث التتويش من المؤكد أن رونالدو ضمن التشكيلة المثالية أيضا لهذا الموسم بأهدافه السبعة عشر لكنه على الأرجح سيكون قائدا لها بعد تحطيمه الرقم القياسي بعدد الأهداف فحتى في أسوأ مبارياته في النهائي هز الشباكة من ركلة جزاء في نهاية الوقت الإضافي سيد إخوان كريسيانو رونالدو أفضل لعب في العالم وهداف دوري أبطال أوروبا برقم قياسي هذا الموسم دائما يسقط ولا يلعب جيدا في المسابقات أو المباريات الكبرى الحساسة في كأس العالم مثلا في كأس أوروبا في المباريات النهائية برأيك لماذا يخفق رونالدو دوما في المناسبات الكبرى والنهاء الأخير كان خير دليل على ذلك في الوقت الحالي كريسيانو رونالدو ليس في أفضل لايقة بنادية له لأنه عانى من الكثير من الصعوبات الجسادية بسبب صعوبة هذا الموسم وكان تركيزه منصب على المباراة النهائية ولكنه لم يستطع أن يعود في لايقته إلى المستوى المطلوب ولكن إذا ما نظرنا إلى أهداف التي سجلها وهي 17 وهو إنجاز رائع إذا نتكلم عن 17 هدفا في 11 مباراة فقط ضمن دور أبطال أوروبا وإذا هذا هو الموسم الرابع الذي يسجل فيه هذا العدد الكبير من المباراة من الأهداف بالتالي إن أرقامه في التسجيل رائعة إذا ما أخذنا عدد المباريات التي لعبها حتى الآن برأيه هو أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد وأفضل لاعب في التاريخ وبالتالي لا يمكننا أن نقول أي أمر حول كريستيانو رونالدو إلا أنه لم يعود إلى لايقته البدنية ومستواه المطلوب ولكننا نأمل أن نراه في كأس العالم لقد استطاع في بورتغال أن يقوم بعمل دفاعيا رائعا وإذا كان قد استعاد لايقته فأعتقد أنه يمكن التوقع الكثير منه في كأس العالم شكرا جزيلا سيد إخوان إيغراسيو أوتشوة صحفي من جريدة ماركا الإسبانية لتوجدك معنا اليوم في ميدان الرياضة من بيروت هلا مدريد عشك لا يعترف بالحواجز والمسافات فالساحرة المستديرة تأثر العالم برونقها وتوحد الجماهير رغم الاختلاف تقرير يلقي الضوء في لبنان حماس جماهير لكرة القدم العالمية يفوق حماسه للمحلية ظاهرة تجمع الروابط موجودة بشكل مهول في مكان ممثل اجتمع عشاق البيرن في العام المنصر وفي بروفا لكأس العالم حضر شعار بور لدي السيمة رابطة جماهير الريال استحضرت مدرجات ملعب النور في لشبونة وسانتياغو بيرنابيو في مدريد نحن نحاول نوصل رسالة هذه النادي ونحاول نتواصل مع المعنيين بالنادي حتى نصير رابطة مشاجعين رسمية في لبنان حدفنا بس ننقل أجواء ريال مدريد للبنان من كل المناطق اللبنانية بالنهاية ما نقول غيرها على مدريد على مدريد كالعادة جمعتهم وسائل التواصل الاجتماعية أعمار متفاوتة بين الشباب والشيب زحفوا من مختلف المناطق اللبنانية وانتظروا أغلى الكؤوس كهدية نحن نراطب بيروت جمهور الأنصار أول شي تحية لريال مدريد حسن تعرف في نال فامس ريال الربح على الاخصارة مع الريال كريستان ريالدو مسألة أعلى بالفضال وبكل شيء إن شاء الله يربحوا فيهم يربحوا إذا هلنا بدهم بيركزوا أكيد بيربحهم على وقع نشيد ريال مدريد بدأ المهرجان أهازيج على طريقة المرينجز صدح صداها في لشبونة زينتها مفرقعات أضاءت سماء العاصمة بيروت دب ملكي حضر بين الحشود صبغ المباراة بطابعه الخاص جماهير أتلاتيكو مدريد غابت عن الحدث باستثناء قلة تبين أنه من مناصري برشلونة هنا كلها يتنر المدريد وأنا فرجيهم أنه أنا الوحيد اللي هوني أتلاتيكو مدريد بدي زرقهم بالاخصارة واستفزهم استفززوا جماهير برشلونة دم أربع وخمسين دقيقة بعد إحراز جودين هدف الصبقي للرخ بلانكوس الأجواء الصاخبة خفت وهجها وتحول الاحتفال إلى مأتم وقبل أن يطلق الحكم صافرات وفاة الريال كلينيكيا حول سيرجو راموس أترحى الفايكينجز إلى أفراح إنها العاشرة حلم الروض عشاق الأبيض الملكي 12 عاما دموع الفرح امتزجت بحلقات دبكة على الطريقة اللبنانية فقطار مدريد دهس جميع منافسه هذا العام لتعود كأس أم الأذنين إلى منزلها في سانتياغو بيرنابيو ننتقل إلى العاصمة البرتغالية لشبونا مع زميل مايك شلهوب الذي وكب المباراة النهائية مايك تم الحديث كثيرا عن الوضع الأمني المواكب للمباراة كيف عاش الجمهور المواجهة التاريخية وماذا رفقها من أحداث مساء الخير جوزاف يمكن القول بأن جمهور ريال مدريد عاشة لحظات تاريخية لحظات لا يمكن أن ينسيها طوال حياته انتظرها منذ عام 2003 الكأس الأوروبية العاشرة حلم راود الجمهور الذي توفد إلى العاصمة الشبونا بالآلاف وقد انتظر كثيرا على الطرقات والغالبية المطلقة يمكن القول بأنهم لم يجدوا مأوا لهم لم يجدوا مسكن لم يجدوا غرفة شاغرة في العاصمة الشبونا لذا توجهوا قبل المباراة بحوالي الخمس أو ست ساعات شاهدوا المباراة واحتفلوا في ساحة الشبونا وتابعوا احتفالاتهم في ساحة سيبالاس في العاصمة مدريد يمكن القول بأن التوقعات الأمنية في العاصمة الشبونا خابت لأنه كان يتوقع بأن يكون دوربي مدريد صاخبا وعنيفا ومليئا بالمشاكل والأحداث بين الطرفين لكن يمكن القول بأن التقارير الشرطة هنا أفادت بأن لا أحداث يمكن الوقوف عندها اقتصرت على المشاكل الفردية بعيدة كل البعض عن أعمال العنف كما كانت تشهدها العاصمة مدريد حين كانت تقام مباراة من هذا النوع داخل العاصمة الشبونا تغيرت معالم المدينة جذريا الطرقات تحولت إلى مرآب كبير المحطات الميترو بعضها أكفلت وحولت مصارها من المدن البعيدة باتجاه الشبونا في خطوط خاصة في هذا اليوم التاريخي لنهائي دوري أبطال أوروبا كما قلت بأن الجمهور توافد من البعيد حوالي 120 ألف شخص من إسبانيا فقط توافدوا إلى الشبونا باختصار يمكن القول بأن المباراة كانت نظيفة كليا بغض النظر عن بعض الهتفات داخل الملعب وهذا أمر طبيعي يحصل دائما في مباريات كبيرة ونهائية ولكن الأكيد بأن الأحداث العنيفة لم تحدث جوزاف نعم أماني كانت الأجواء رائعة في برشلونة ومايك كانت تابع كل الأحداث في لحظة بلحظة من العاصمة البرتجالية نعم جوزاف هذا صحيح مايك كيف هي الأجواء بعد أكثر من 24 ساعة على المباراة وهل هناك نقاط سوداء أو سلبيت ربما سجلتها لشبونا في استضافتها للعرس الكروي أماني حلم وتحقق كما قلت عند الجماهير الأسبانية ولكن دعيني أشير بأن بعد المباراة كل شيء عاد إلى طبيعته في العاصمة لشبونا وخاصة أن اليوم الثاني بعد المباراة كان يوم أحد هنا في لشبونا وبالتالي كان يوما أقل من عادي يمكن القوت وقد شاهدنا بعض اللافتات الإعلانية المدوجة للحملات الانتخابية هنا في البرتغال تتحضر لانتخابات تشريعية وبالتالي انصرف المواطنون للاهتمام بالهاجس السياسي ولكن ستبقى مباراة لهذه دورية أبطال أوروبا مسيطرة ومهيمنة على الجو العام خاصة وكما تعلمين بأن البرتغال هي قريبة جدا جغرافيا إلى إسبانيا وستبقى متأثرة أقله في الأيام القليلة المقبلة ولكن لشبونا يمكن القول بأنها أحسنت في استضافة هذا الحدث الأوروبي الذي انطال انتظاره ولكن العلامة الاستفهام الوحيدة هي حول عدد الغرف الشاغرة في الفنادق وفي الأبنية التي يمكن أن تكون تحت تصرف الزوار والسياح هذه كانت العلامة الاستفهام الوحيدة في العاصمة البرتغالية لشبونا كان قال لنا عدد كبير من الصحفيين الذين لم يستطيعوا الوصول إلى المباراة إلا قبل ساعة قليلة وغادروا بعدها بقليل بأن هذه يمكن القول أنها ستكون نقطة سوداء في سجل لشبونا للأحداث العالمية المقبلة أماني؟ نعم مايك شالهوب مفد الميادين إلى لشبونا شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة عبد الحليم ننتقل مباشرة إليك هل أنت مع الأغنياء أم الفقراء؟ أنا كما في هذا الكاريكاتير مع مدريد التي تحطن الولدين بالنهاية هي الرابح الأول فلذلك حتى الملكي ليس هو بالسيء دائما وأيضا الفقير ليس بالجيد دائما هم أبناء الأتلاتيكو وريال في هذا المشهد لكن طبعا أحدهم يصرخ وهو غاضب أما الطفل الثاني فهو يضع التاج في حالة سرور أما الأم مدريد فهي تحتضن الجميع شكرا عبد الحليم الفصل الأول مشاهدين في حلقة اليوم من ميدان رياضة وبعده نعود للمتابعة للحديث عن الطبيبة المشعوذة لحظات ونعود ترجمة نانسي قنقر طرى دييغو كوستا هدف أتلاتيكو مدريد الإسباني إلى بلغراد للحصول على علاج ماريانا كوفاسيفيتش طبيبة المعجزات أملا بالشفاء من إصابته واللحاق بأهم مباراة في مسيرته في نهاي دور أبطال أوروبا السبت الماضي مع جاره ريال مدريد فمما يتكون العلاج السحري لهذه الصربية الغامضة وكيف برزت إلى الواجهة البعض يقول أنها ربت منزل لكنها تذكر على موقعها الرسمي بأنها حاصلة على شهادة في الصيدل عام 87 من دون أي صورة لها زوارها يقولون أنها تفضل ارتداء الأسود وتتبرج كثيرا وثيابها مجنونة بحسب مصفف شعرها وزوجها الثاني شريك في مكتب للمراهنات وكانت تعيش في أذربيجان سابقا في تحقيق نادر لمجلة إفريميت سربية لم ترد مريانا الأم لثلاثة أطفال على اتصالات الشرطة ووزارة الصحة للتحقق بممارستها الطب من دون رخصة فأقفلت مكتبها في بليغراد الجديدة وكل المعلومات المتوافرة تأتي فقط من المرضى لديها في حين تنفي ذلك وتقول أنها تنتقل بحرية في بليغراد لاعب ليفر بول واتشلس السابق يوسي بن عيون كشف أن لا أجزاء حيوانية أو حقا في علاجها التكملي من خلال تدليك لهلام على المساحة المصابة من دون الوصول إلى العضلة بحد ذاتها أضاف أن الهلام هو مشيمة مستخرجة من امرأة وليس من حصان كما ردد البعض وهو عضو يتصل بالجنين عن طريق الحبل السري يتم إخراجه من الأم بعد المرحلة الثالثة من الولادة يستخدم لتغذية الجنين التنفس وتثبيت الحمل وأخراج المواد السامة ذهل مدرب ليفركولا السابق رفيال بنيتاز عام 2009 وأرادها موظفة دائمة في أنفلد رود لسرعتها في مداوات لاعبيه لكنها لم ترغب بالالتزام مع فريق واحد كلفة العلاج لدى السمراء الجذابة قد تصل إلى 3000 يورو بين 13 و 10 جلسات لكن الخبراء يشككون بأن مشيمة الأحصنة قد تحدث هكذا معجزات تستخدم كوفازيفيتش البلاسنتا لتجديد الأنسجة التالفة بحقل كهرومغناطيسي يقل جلد سليما وتداوي فيه التصدعات الجزئية في العضلة والصغوانت والتمزقات والانتفاخات والورم الدموي والتكلس والأنسجة القديمة في العضلة وزير الرياضة الغانية كدت وجدها مع بلاده في كأس العالم المقبلة في البرازيل بعد نجاحها في 2010 بتوصية من المدرب الصروي أنذاك ميلان رايباتش ومساعداتها الهداف السامواجيان في الشفاء بسرعة لكن ذلك لقى اعتراض بعض الأطباء للاستعانة بأجنبية تمارس تقنيات متواجدة منذ زمن في البلد الافريقي بحسب لاعبين محليين يمكن لفودوموما تقليص مدة الغياب إلى الثلث وعلى يدها مارفان بيرسي ولامبرد وكمباني وإيفانوفيتش وعشرات اللاعبين بينهم لاعب الزمالك السابق أيمن عبدالعزيز لكن يبقى السؤال إذا كانت أسليب كوفازيفيتش مشروعة فلماذا تختبئ وتغيب عن الإعلام لتعزز الشكوك حولها أرحب بالستوديو بالدكتور جوني إبراهيم طبيب رياضي مختص مرحبا بك دكتور جوني يبدو أن هلام الأحصنة لم ينجح مع كوستا كونه غادر بعد دقائق قليلة على انطلاق مباراة ريال مدريد وبرشلونة وأيضا العدد فترات كان يخرج مبكرا في مباراة أتلاتيكو الأخيرة بالفعل مثل ما سمعنا بالتقرير عن موضوع ماريانا في بعض اللاعبين طبعا الإيستوري بعضها واضحة وكل الناس عارفة أنه زبطت معا بالأحصنة؟ بالأحصن ما بعرف هون بك وش مارك يعني فيه سؤال كبير ما حدا عارف إذا كان مثل ما قال بين عيون أنه هي ما عم تستعمل شي حيواني هذا خلاص المرأة نعم أولا خلاص الحصان ما حدا بيعرف يعني صراحة لأنه هي مثل ما سمعنا عن غموضة يعني بالطب لازالة غامضة الطب ما بيعرفها ما بيعرف فيها بس فيه فاكت على الأرض في عندها نتيج يعني ما حدا فيها ربما نعم طيب لي نفترض أنه هلام أحسنة لماذا هلام الحصان؟ هل لأنه الحصان ربما عضلته أقوى من حيوانات أخرى؟ طبعا سرعة الحصان وطبيعة عضل الحصان يعني معروف أنه أقوى من غير حيوان طبعا فيه تجارب هي مش أول مريض جابته ودغري وبلشت فيه سو كان في عندها تجارب أكيد كبيرة زبطت معه بتجربة نعم طب كوفا سفيتش ستكون ضمن البعث الرسمية لمتخب غانا في كأس العالم 2014 ومنتخب غانا يعني من المنتخبات الأفريقية المميزة وبلغ ربع نهائي النسخة الأخيرة في جنوب أفريقيا 2010 أطباء غنيون انتقدوا كوفا سفيتش أو تعيين كوفا سفيتش مع المنتخب اعتبروا أن العلاج بالهلام علاج قديم في الكارة الأفريقية يعود إلى أكثر من ألف سنة ربما هل تعتقد أنه لجوء اللاعبين إلى هذا العلاج لأنه غير تقليدي أم لأنه يعني اللاعب يكون قد فقد الأمل وبحاجة أن يسرع تعافيه وعوته إلى الملاعب الموضوع أنه دايما هيدا الإصابات اللي عم بتهيه تعالجها وإصابات العضلات بالأخص هيدا الإصابات عادة بتاخد بالملاعب حوالي شهر نعم ثلاث أسابيع إذا كانت كتير العلاج الزنيم بالعيادي إذا بدك اللاعب نعم ثلاث أي لعيب يتمنى أنه يشفى على السريع ويرجع إلى العب أو أي مدرب بالأحراب يتمنى أنه يخسر اللاعب ويكون موجود عنده نعم نعم طب لماذا هذا النوع من المعالجين يحبون العمل بسرية تامة مطلقة إن لا يظهرون ماذا يفعلون إلى العلن هل لأسباب قانونية أم ربما ليبقى العلاج سري يعني السر المهني كما يقال يعني هي تنقل الطرحين مزبوطين أول شي السرية يعني هي هلأ مثل ما سمعنا بالتقرير طبعا الأطباء بسربيا أول شي أو وزارة الصحة بسربيا ما راح تسمح له يعني ممنوع ممارسة مهنة الطب بدون ما يعني يكون عندي كلايسنس بالموضوع نعم واحد اتنين الموضوع أنه هي إذا عندها سر معين وطبعا تعرفوا صناعة الفوتبول أو الرياضة بالعالم كتير غنية فيها هي تحصل على مبالغ مالية من كل المطارح بالعالم وأغلب أنديت العالم الغنية وما تخلي غير أطباء أو الساينس يعرف شو عم تعمل يعني هي بتحب تخبي هذا الشي حتى يمكن ما عم تستعمل البلاسينتا طبع الحصان أو طبع المرأة مين بيعرف يعني طب لي نفترض نكاس معناها الخبري بس ما دروا تكون مزبوط لأنه لي نفترض أنها تستخدم البلاسينتا الخاص بسيدات يعني كيف يعمل هذا العلاج مثل ما بنعرف البلاسينتا أو الخلاص طبع المرأة هو اللي بيخلي الجنين يعيش ويربي ويكبره لتسعة أشهر لتسعة أشهر من حجم بتعرف الجرام يعني ليوصل لتنين ثلاثة خمسة كيلو أو أغلب هذا الشي معناته نمو 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 ريجنريشن يعني تشدد الخلايا نحن بالإصابات الرياضية خصوص الإصابات عم نحكي تبع العضلات تمزق هذا نحن أول شي بتعرف بيصير فيه نزيف تاني شي في عنا فترة طويلة ليعمل ريجنريشن أو فترة هذه دقيعة النمو إذا نحن استعملنا إذا بنا نفكر فيها مثل ما هي عم تفكر يعني استعملنا هذه البلاسينتا ممكن تسرع النمو ما هي عم تقول أنه عم تقتصر الفترة من ثلاثة أسابيع أو شهر لأسبوع واحد نعم على كل حال يعني علاج غريب ونتمنى أنه تتضح وتنكشف السرية عنه في المستقبل الأماني لكن عبد الحليم برأيك هل يمكن استخراج فكرة غريبة من هذا العلاج لحتى يكون في المستقبل معلن عنه ومعروف كيف كوفازيفيتش تعالج المصابين لديها؟ برأيي هي فكرة كاريكاتورية بحد ذات أن نتحدث عن طبيبة وتحمل تلك الصفة المشعوزة برأيي حتى إضافة للكلام اللي قال بالحلقة جزء من السرية هو ترويج لها هذا الغموض حول شخصيتها وهذا عدم الوضوح حول العلاج يضع تحت الأضواء ويحولها إلى خبر عالمي يومي عندما تتحدث عن كل شيء وتظهر كل شيء يعني يغيب هذا السحر في هذا الكاريكاتور كما قلتم يعني يشعر اللاعب وقال أنه أصبح مصدر حصان لذلك ترمي عليه هذه التعويذة ثم يتحول فجأة إلى حصان انطلاقة من مشيمة الحصان يعني جزاف عبد الحليم كل حلقة يبهرنا في رسوماته عن جد شكرا لك عبد الحليم شكرا عبد الحليم مشاهدين الكرام سنتابع الحديث عن هذا الموضوع العلاجات الرياضية الغير تقليدية ولكن بعد الفاصل الثاني في هذه الحلقة من ميدان الرياضة ابقوا معنا يكثر الحديث عن مساهمات حقن الخلايا الجذعية المشتقة من الدهون في المفاصل المصابة بمعالجة الغدروف وأصلاح الرباط في الركبة لكن يبدو أن العلاجات الغريبة للرياضيين متوافرة بكثرة بحثا عن شفاء سريع بغي تكسب ميزة إضافية عن منافسيهم نعم جزاف علاجات كثيرة وغريبة للرياضيين وحتى أيضا للناس العديين بعد معاناته من ألم مزمن والتهاب في الركبة استخدم لعب كرة القدم الفرنسي لويساها العلق أو ليتشز للحد من تورم ركبتيه عندما قام بزيارة جديه في جوادالوب بعد العلاج قام مهاجم منشستر يونيتد السابق أنه شعر بركبتي شاب يبلغ العشرين من العمر استخدام العلق للعلاج وصف قبل ألف سنة من الميلاد في الهند عندما يلدغ العلق يطلق مخدرا أو مصل مضاد يمنع تخثر الدم المكون النشط المفرز من لعاب العلق معروف باسم هيرو دين يمكن استعماله لعلاج التهاب لكن عند استخدام العلق للأغراض الطبية من المهم أن يصبح كامل كي يطلق المادة من تلقاء نفسه فإزالته بالقوة تتسبب في اجترار البكتيريا إلى الجرح تعرض سيدني كروسبي قائد فريق بيتسبيرغ للهوكي على الجليد لارتجاج دماغي في مبارتين على التوالي فأمضى عشرة أشهر مبعدا عن الملاعب لمواجهة أثار الارتجاج لجأ كروسبي إلى جيرو ستيم وهو كرسي ميكانيكي يدور في كل الاتجاهات لتحفيز الجهاز الحسي المشارك في التوازن والتوجه المكاني الموجود داخل الأذن المعروف باسم النظام الدهليزي تقول هذه النظرية أن هذا التحفيز يمكنه تحسين محرك التنصيق بعد الارتجاج والحد من الصداع وكذلك الضببية وقد أعلنت الشركة بعدها أن كروسبي كان من أفضل الرياضيين بعد عودته من الإصابة ننتقل إلى علاج غريب آخر وهو العلاج الأخير يعود إلى كايل رايميرز لاعب كرة القدم الأسترالية أصيب بكسر في إبهامه تطلب جراحة لجمع عظمتين بلوحة وستة مسامير مع ذلك أضف الجرحون عنصر غير عادي وهو مبيض الهامستر الصيني يحتوي مبيض الهامستر على بروتين مكون للعظم فعاد رايميرز إلى الملاعب بعد أربعة أسابيع بدلا من ستة معتادة لإصابة من هذا النوع كانت هذه بعض العلاجات الغريبة المستخدمة والآن عود إليك جزاف في الاستوديو شكرا لك يا أماني دكتور جوني إبراهيم أعود إليك اليوم نتحدث عن علاج تقليدي وغير تقليدي كيف يتم تصنيف العلاجات التقليدية وما هي وما هي العلاجات غير التقليدية كيف يتم تصنيفها طبعا العلاجات التنقل التقليدية في عنا شي جديد كمان تطور الطب وفي شي الأديم التقليد اللي منعرفه التقليد اللي منعرفه القديم أولا صار فيه إصابة اللعب أول شي بيرتاح فيه لزوم لا تحطله إجره بجبس أو شي أو جراحة دخول لجراحي أو جراحة العمل الجراحي حتى العمل الجراحي صار فيه تطور كتير كبير فيه العلاج تقريبا يعني ما عم نقدر نقدم بالعلاج الفيزيائي ما كتير عم نقدم يعني ما حدا قدر قطع مثلا أسبوع بست أسب مثلا تنقل الرباط الصليبي جراحة الرباط الصليبي بعد ما فيه لعب بالعالم رجع قبل ستة شهر نادرا عملوا جراحة جديدة على الرباط البلاستيك يعني على أربعة شهر تقريبا يرجع اللعب بس فعلا نفسيا بيكون بعد بجهز اللعب بيكون بالمالعب يعني يمكن القول لننخص الفكرة يمكن القول أنه العلاج غير تقليدي هو العلاج الذي لا يكون معتمدا من قبل أغلبية المستشفيات العالمية لإصابة معينة يعني الرباط الصليبي هو جراحة معينة تقام كل شيء يعني يخرج عن هذا العلاج النمطي يكون غير تقليدي تب اليوم ما هي أبرز العلاجات غير تقليدية في العالم يعني شهدنا مريانا كوفاسيفيتش كيف تعالج بهلام الأحصنة أو غير الأحصنة ما هي أبرز العلاجات غير تقليدية التي يعني ركبتها خلال مسير تك هلأ هاي دول اللي عرضناهن بالريبورتاج طبعا شيء كمان غير كلاسيكي عم تحكي عنه كله شيء تحت تجربة يعني عم بيشوفوا العلماء أو الساينتست شو اللي شيء مثلا بيساعد تنقل على نمو العظم عم بيجي يحطوه مع الجراحة تيساعد الطب الكلاسيكي تطور شوي فس بدك يعني الماشينيري اللي صارت عنا وهيك صار عنا ليزر مثلا نقدر نسرع بالعلاج صار عنا مثلا نشيل شيء مثل بيشبه مريانا إذا بدك هيو البلازما اللي البلايتليتس ريتش بلازما منسمي يعني منشيل دم من المريض ومنعمله كونسنتريشن بماشين نعم ومنرجع منعمله منحطه بالعضل يعني منشكه بالعضل تحت اللي يكون عم نعمل إيكوغرافي منشوف العضل وين ملتهب منشك هذه الإبري وعادة كمان بيكون الشفاء سريع هلأ هذا الشيء منه 100% يعني لو هذا الشيء 100% بيعالج وبيكون نتيجته مضمونة بتصور ما كان حدا بيعرف مريانا حتى نعم يعني هذا الشيء عم ينجح ببعض اللاعبين وعم يفشل ببعض الآخر لماذا ينجح لدى بعض اللاعبين ويفشل ببعض الآخرين؟ بس ما فينا نحكي بالعضم او بالخشونة الركبة او بالخشون يعني في عنا علاجتاني اذا بدك اسمه هيدا البي ار بي منسميه في علاجتاني الكولاجين انجكشن نعم كولاجين انجكشن مش ظبطة نحنا بتعرف انه كل الانسجة معمولة من شيء اسمه كولاجين نعم يعني قليل ما عم ينجح اللاعب بيصير بعد اربع خمسة ايام ما عم بيحس بشيء بس نزله على الملعب بطورته بيصاب لكل الموسم سو علاج الكولاجين تقريبا ما عم بيزبط علاج البي ار بي عم بيزبط اكتر ولكن منه مكفول وهدي علاج مريانا شفنا كمان عظيم منه مية بالمية عظيم نعم طيب الخلايا الجذعية المشتقة من الدهن نعم كيف تعالج الغضروف والرباط في الركبة؟ يعني نحن شو معناتها بس تنحكي بالحالة اول شيء الغضروف هني تنقول مثل مخدة تنقول او ما بعرف الترم بالعربي يعني يسند العظم يعني يجي على فوق العظمي العظمتين اللي فوق واللي تحت فيهم كارتيليج بنسميه تحت بالعظمي التحتين يبقى في شيء مثل السيء الفورم طبعه مثل السيء هذا شيء اسمه غضروف هالغضروف طبعا بلعبة تنقول كرات القدم او اي رياضة لانه بيتتعرض تتضرر تتضرر بصير فيها خشوني الركبة وبتبلش الاوجاع والالام مثل ما سمعنا بالويسها شو خبريت هالا هاي دي استام سيلز بتشي بتقول تعمل ريجينيريشن تعمل كمان ريجينيريشن تعيد احياء تعيد احياء الغضروف الموجود نحن بالطب الكلاسيكي ما منستعملها صراحة يعني هاي دي بعدها وبعد ما يعني ما طبقت مع كل الرياضيين تستعمل للامراض السرطانية لذا يعني عندما يكون فيه انجاب لاطفال جدد اماني يعني نستمع للاطباء والمستشفيات ينصحون بضم هذه الخلايا الجزعية في بنوك للخلايا الجزعية في العالم مش هين البريفنشن بعدين امراض الكنسر وامراض القلب والقصور الكلاوي وهذه الأمور نحن بالعلاج الجلاسيكي لهذا الموضوع طبع الكارتل جعادة اذا ما كان جراحي بيكون انجاكشن بيكون ابري هاي دي الابري بتكون معمولة من هيلونيك أسد المادة اللي هي موجود دي قلب الريكبي اماني عبد الحليم يعني يريد ان يضيف رسم جديد واخير له في هذه الحلقة عبد الحليم يعني اي علاج عجبك اكثر شي هل هو العلاق ام الهامستر ام غيره يعني افضلت هذا الشكل الآلي حيث كان يدور الشخص لعلاج الرأس ربما اكثر علمية ربما يعني مناشنا نتقاطع مع الحيوانات في هذا الكاريكاتير هناك افعى ربما اناكوندا تعتصر الرياضي لكنه يطمئن ذاك المذهور فيقول له لا تخف انه علاج لذلك قد نشاهد الآن اي رياضي في العالم يتصارع مع دب ولا هناك نمر يطارده علينا ان لا ننقذه لانه ربما قد يكون هذا امر علاجي نعم على كل حال ثم الافعى معروف دكتور في العلاجات نحن علامة الطب هي الافعى صحيح صحيح جزيل شكرا اماني شكرا لك دكتور جوني ابراهيم لتواجدك معنا اليوم في هذه الحلقة شكرا لكم شهدين الكرام حلقتنا لليوم انتهت من ميدان الرياضة ملتقان يتجدد الأسبوع المقبل شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة